بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أيها العزاء إذن ما زال كلامنا في باب الإسم الموصول وقد وصلنا إلى قضية مواضع حذف العائد على الموصول قلنا بعد أي يمكن حذف العائد مثلا ثم لننزعنا من كل شيعة أيهم أشدوا يعني أيهم هو أشدوا فهذا هو الموضع الأول الموضع الثاني لحذف العائد إذا كان ذكر العائد يسبب طول الكلام أيضا يحذف بكثرة إذا بسببه يطول الكلام مثلا وهو الذي في السماء فلو أتينا بالعائد وقلنا وهو الذي هو في السماء فإنه سوف يطول الكلام إذن إذا كان ذكر العائد يسبب طول الكلام وطول الصلة ثالثا من مواضع حذف العائد إذا كان العائد ضميرا متصلان في محل نصب سواء اتصل بفعل أو اسم مثلا الذي ترجو عند حسن ظنك لاحظوا الذي ترجو عند حسن ظنك يعني الذي ترجوه فهنا العائد ضمير متصل في محل نصب يمكنه حذفه سواء أكان هذا الذي اتصل به العائد هو فاعل مثل هذا المثال الذي ترجوه عند حسن ظنك أو كان اسما مثل الذي أنا معطيك درهم يعني الذي أنا معطيكه فهنا العائد اتصل باسم ولكنه ماذا ضمير متصل في محل نصب ليش لأنه ما محل إلهاء هنا الذي أنا معطيكه الجواب في محل نصب مفعول به ثان لإسم الفعل معطي لأنه أعطى يأخذ مفعولين إلياء هي في الأصل المفعول الأول وهنا صاد مضافا إليه واضح إلياء مضاف إليه معطي طيب وهي في الأصل مفعول أول والكاف هي المفعول الثاني واضح إذن الموضع الثالث من مواضعي حذف العائد ماذا العائد الذي هو ضمير متصل في محل نصب سواء اتصل بفعل الذي ترجو عند حسن ظنك يعني ترجوه أو اتصل بإسم الذي أنا معطيك درهم أي معطيكه طيب الرابع الضمير العائد المجرور بالوصف المجرور بالوصف مثلا فقضي ما أنت قاض يعني ما أنت قاضيه لاحظتم؟ يعني الذي أنت قاضيه الضمير المجرور بالوصف هذا قاضي واصف لأنه اسم فاعل والعائد ماذا العائد جاء بعده هو مجرور ماذا به طيب الموضع الخامس أيها الأعزاء هو الضمير المجرور بما جر به الموصول لاحظوا الضمير المجرور بما جر به الموصول مثلا مررت بالذي مررت به لاحظوا هنا العائد هو الهاء في به هذه مجرور بحرف هو نفس الحرف الذي جر به الموصول صحيح مررت بالذي مررت به إذن العائد المجرور بما جر به الموصول هذا يجوز حذفه أيضا فتقول مررت بالذي مررت واضح كيف طيب طبعا هناك موضع آخر يضيفه الشارح إلى هذه المواضع وهو وهو في أسلوب سية تقول ولا سية ما زيدون هذه ما موصولة والعائد عليها محذوف يعني ولا سية الذي هو زيدون الذي هو زيدون فهذا هو العائد محذوف طيب ملاحظة إذن أحبتي هذه هي مواضع حذف العائد على الموصول الآن هناك موضع لا يجوز فيه حذف العائد يمتنع فيه حذف العائد وهو ما إذا كان الباقي بعد الحذف يصلح لأن يكون صلة مثلا جاء الذي هو أبوه قائم جاء الذي هو أبوه قائم الآن إذا حذفنا العائد الباقي بعد الحذف يصلح أن يكون صلة يعني جاء الذي أبوه قائم صحيح أم لا فهنا لو أجزنا حذف العائد لن يكون هناك دليل يدل عليه على أنه أصلا أنا عندي عائد محذوف أليس كذلك لأن ما بعده يصلح لأن يكون صلة جاء الذي هو أبوه قائم فأنا لو حذفته فقل جاء الذي أبوه قائم فليس هناك أي دليل على هذا العائد المحذوف لأن الكلام ما بعده كامل نفس الشيء جاء الذي هو عندك لا يصح أن نحذف العائد لأنه عندك يمكن أن تكون صلة باعتبار أنها شبه جملة كما ذكرنا سابقا تقع صلة وبالتالي لو حذفنا لن يكون هناك أي دليل على هذا العائد المحذوف واضح كيف أعزائي الآن نقرأ يقول وبعضهم أعرب مطلقة إذن الكلام الذي ذكرنا سابقا عن أي أنه معربة في الصور الأربع الذي قلنا هذا هو الأصواب طيب وبعضهم أعرب مطلقة وفي ذا الحذف يعني يعني حذف العائد على أي لننزعنا من كل شيعة أيهم أشد أي أيهم هو أشد وفي ذا الحذف أي غير أي يقتفي يعني يعني أن أي موحيدة من الأسماء الموصولة اللي والله يحذف العائد عليها وإنما هناك أيضا ماذا موارد أخرى أي يقتفي غير أي في هذا الموضوع في حذف العائد وين هذه الموارد يقول يستطى الوصل يعني إذا كان ببركة وجود العائد الصلة راح تصير طويلة والكلام راح يصير طويلا وهو الذي ماذا وهو الذي في السماء إله فلو قلنا وهو الذي هو في السماء إله راح يصير الوصل طويلة صلة طويلة يقول إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر إذا كان الكلام ماذا ليس طويلا مع العائد فلا تحذف العائد ها مثلا جاء الذي هو قائم فلا تحذف العائد وتقول جاء الذي قائم يقول فالحذف نزر قليل مع عدم الطول وأبوا أن يختزل يعني ومنعوا لاحظوا هذه جاء بها في وسط في وسط مواضع جواز حذف العائد جاء بمسألة امتناع حذف العائد قال وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل يعني إذا كان الباقي بعد الحذف يصلح أن يكون صلة مثل جاء الذي هو أبوه قائم جاء الذي هو عندك فيمتنع حذف ماذا حذف هذا هذا العائد لأنه لن يكون أقدر يدل عليه الآن يعود إلى مواضع جواز حذف العائد طيب والحذف عندهم كثير منجلي إذن هو ماذا ذكر ذكر أي صحيح وذكر أنه الموضع الآخر انطالت الصلة بسبب العائد الآن هذا الثالث يقول والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهاب إذن العائد الذي هو ضمير متصل في محل نصب سواء اتصل بفعل أم باسم مثل الذي نرجو يهاب أي نرجوه نرجوه هنا العائد الهاء ماذا ضمير متصل في محل نصب الذي أنا معطيك هو الهاء هنا الهاء ضمير متصل في محل نصب كما قلت لأنه في محل نصب مفعول به ثاني واضح كيف سواء اتصل بفعل أم بوصف يعني أن بعض العرب هذه قرأناها أعرب أي إذن نذهب إلى السطر الرابع وأشار بقوله وفي ذا الحذف أي غير أي يقتفي إلى المواضع التي يحذف فيها العائد على الموصول وهو إما أن يكون مرفوعا أو غيره فإن كان مرفوعا لم يحذف إلا إذا كان العائد مبتدعا وخبره مفرد طيب يقول بحسب استقرائي أنه إذا كان العائد مرفوعا فلا يحذف إلا إذا كان ماذا مبتدع وخبره مفرد مثل وهو الذي في السماء إله نعم يعني وهو الذي هو في السماء إله العائد ماذا ضمير رفع وهو مبتدع وخبره مفرد صحيح أم لا إله وأيهم أشد نفس الشيء العائد ضمير رفع وهو مبتدع وخبره مفرد يعني أيهم هو أشد فلا تقول جاءني اللذان قاما اللذان قاما لاحظ لماذا لأنه العائد صح صحيح هو ضمير رافع لهو ألف الاثنين ولكن ماذا أولا ليس مبتدع هو فاعل فاعل لقاما وثانيا ماذا أنه ليس مفردا ومثنى فهذا لا يحدث هذا العائد لا يحدث يقول فلا تقول جاءني اللذان قاما تحذف ألف الاثنين ولا اللذان ضرب ها لماذا هذا لا يجوز فيه الجواب نفس الشيء لأنه ألف الاثنين هنا ضرب ماذا في محل رفع نائب فاعل مو في محل رفع مبتدع وأيضا هي تدول على اثنين وليس على مفرد طيب يقول فلا تقول جاءني اللذان قام ولا اللذان ضرب لرفع الأول بالفاعلية مو مبتدع والثاني بالنياب بل يقال قاما وضرب وأما المبتدع فيحذف مع أي وإن لم تطل الصل شوفوا قلنا بالنسبة إلى أي مضطرد حذف العائد وإن لم تطل الصل نحن ما ذكرنا في أي طول الصلة ثم لننزع عننا من كل شيعة أيهم أشد ما في طول بالصلة لكن مع غير أي فالكثير حذف العائد عند طول الصلة مع غير أي يقول ولا يحذف صدر الصلة مع نعم ولا يحذف صدر الصلة مع غير أي إلا إذا طالت الصلة نحو جاء الذي هو ضارب زيد تمام فيجوز حذفه فتقول جاء الذي ضارب زيد ومنه قولهم ما أنا بالذي قائل لك سؤ فإن لم تطل الصلة فالحذف قليل الحذف نزر كما قال المصنف مع عدم طول الصلة وأجازه الكوفيون قياسا يعني أنه لا إشكال في حذف العائد ومنسجن مع القواعد لاحظتم كيف ما دام ما دام العائد مفهوما لاحظتم كيف ما دام أنت تدرك أن هنا عائد محذوف وهذا المهم أما إذا لا دليل عليه نعم ذاك يخالف القياس اللي قلنا وأبوا أن يختزل ها إن صالح الباقي لوصل مكملي اللي ما في دليل أصلا عليه أما هنا بحسب القواعد قالوا ما مشكلة ما دام يعني القواعد ماذا تقتضي قواعد الكلام أيها الأحبة أنه إذا شيء مفهوم يعني ما دام مفهوم أنه هنا هذا مقدر فالطرف السامع يفهم يفهم المعنى يفهم المعنى يفهم وجود هذا المقدر خلاص فإذا لا يناف القواعد هذا ما يقوله الكوفيون وأجازه الكوفيون قياسا نحو جاء الذي قائم نعم لكن المصنف قال نازر هو صحيح ما فيه إشكال ومنسج مع القواعد بس يا عزيزي القواعد هي تبتني على ماذا على الاستعمال يعني نحن نلاحظ موضوع الإفهام جيد لا بأس أنه مدام مفهوم من الكلام فممكن حذفه لكن أيضا لازم نلاحظ مسألة ماذا الاستعمال أن العرب استعملوها كذا له اضطراد استعمالي إذا ما له اضطراد استعمالي فإن كانت لا تأباه القواعد بس إحنا ما يصير من جيب لأن اللغة مسألة توقيفية التفتتم للمسألة فلذلك يقول أنه ماذا الحذف قليل الحذف قليل وإن كان القياس لا يأباه طيب نحو جاء الذي قائم أي جاء الذي هو قائم ومنه قوله تعالى يعني الحذف مع عدم الاستطال اللي هو قليل تماما على الذي أحسن بناء على قراءة رفع أحسن وإلا هي قراءة حفظ تماما على الذي أحسن لا أخذتم إذا قرأنا أحسن فيصير المقصود تماما على الذي هو أحسن فيكون قد حذف العائد بدون استطال طيب في قراءة الرفع والتقدير هو أحسن جيد وقد جوزوا في لاسيما زيد إذا رفع زيد لأنه هناك وجهان بالنسبة إلى لاسيما زيد الرفع في زيد والجر وقد جوزوا في لاسيما زيد إذا رفع زيد أن تكون ما موصول وزيد خبرا لمبتدأ محذوف التقدير اللاسي الذي هو زيد فحذف العائد الذي هو المبتدأ وهو قولك هو وجوبا فهذا موضع فيه حذف ماذا صدر الصلة مع غير أي وجوبا ولم تطل الصلة وهو مقيس وليس بشاذ إذن هذا الموضع ما فرقه عن سائر المواضع التي نتحدث عنها أنه هنا حذف ماذا العائد وجوبا أما احنا المواضع التي نتكلم عنها بعد أي وبالنسبة إلى الضمير المتصل في محلي نصب وبالنسبة إلى المجرور بالوصف تمام أم لا وبالنسبة إلى الذي جر بما جر به الموصول هذه كلها وكذلك إذا طالت الصلة بسببه هذه كلها مواضع الحذف الجائز الجائز هذا اللي بعد سيا هذا حذف واجب طيب وأشار بقوله وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكملي إلى أن شرط حذف صدر الصلة ألا يكون ما بعده صالح لأن يكون صلة أما إذا كان ما بعده صالح لأن يكون صلة فلا يجز حذف لأنه لن يكون أقدر يد العلي كما إذا وقع بعده جملة نحو جاء الذي هو أبو منطلق أو جاء الذي هو ينطلق لأن هاي أبو منطلق هو ينطلق وهذا تصلح أن تكون صفة تصلح أن تكون صلة فلن جليل يدل على ماذا على العائد المهدوف نعم يقول كما إذا وقع بعده جملة جاء الذي هو أبو منطلق أو هو ينطلق أو ظرف أو جاء ومجود تامان الذي يصح وقوع ما صلة جاء الذي هو عندك أو هو في الدار فإنه لا يجوز في هذه المواضح حذف صدر الصلة فلا تقول جاء الذي أبوه منطلق تعني الذي هو أبوه منطلق لأنه رح يصير المعنى في قلب الشاعر هنا طيب لأن الكلام يتم دونه وبالتالي لن يكون لديك دليل يدل على هذا المحذوف اللي أنت تقصده وفي قلبك فلا يدرى أحذف منه شيء أم لا وكذا بقيت الأمثلة المذكورة ولا فرق في ذلك بين أي وغيرها فلا تقول في يعجبني أيهم يعني أيهم نفس الشيء أيضا هذا أبوه أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكملي أنه إذا صلحت الصلاة ماذا إذا صلحت أن تكون صلاة تمام هذه اللي جاءت بعد الموصول فهذا ما في فرق بين أي وغير أي في أي نفس الشيء أيضا في أي نفس الشيء يعجبني أيهم هو يقوم إذا قلت هكذا ما يجوز تحذف هو لماذا لأنه يقوم يصح أن تقع صلة لأي يوم وبالتالي لن يكون هناك ذليل يدل على المحذوف نعم يقول ولا فرق في ذلك بين أي وغير فلا تقول في يعجبني أيهم هو يقوم يعجبني أيهم يقوم لأنه لا يعلم ماذا الحذف طيب ولا يختص هذا الحكم بالضمير إذا كان مبتدئا كما أنه لا يختص بغير أي عرفت كيف هذا عدم جواز حذف العائد إن صلح الباقي لوصم مكملي كذلك لا يختص بالضمير إذا كان مبتدئا تمام يعني مثل المثال الذي ذكرنا جاء الذي هو أبوه قائم لا بل الضابط أنه ما تحتمل الكلام الحذف عدمه ولم يجز حذف العائد نحن ما ندري أن هنا حذف أم لا هذا هو الضابط فلا يجوز حذف العائد وذلك كما إذا كان في الصلح ضمير غير ذلك الضمير المحذوف شفوا مثلا إذا أنا قلت جاء الذي ضربته في داره جاء الذي ضربته في داره فأنا عندي ضمير عندي ضمير وهو الهاء في داره هذا يصلح أن يكون عائدا صح فأنا إذا حذفت الضمير الذي ضربته يعني قلت جاء الذي ضربته في داره هو أنا عندي عائد عندي ما يصلح أن يكون عائد وهو الهاء فإذا بعد ليس هناك أي دليل على وجود الهاء الأخرى التي هي في قلب الشاعر واضح كيف فهذا هو الضابط أنه إذا حذف فما في دليل على الحث هنا لا يجوز الحث وإلا ما لا علاقة المسألة أنه موقعه مبتدأ أم موقعه شيء أخي شوفوا هنا الآن في موقع نصب جاء الذي ضربته في داره جاء الذي ضربته في داره هذا لا في موقع نصب ما لا ربط بأنه مبتدأ أو غير مبتدأ في موقع رفع أو في موقع نصب يقول وذلك كما إذا كان في الصلة ضمير غير ذلك الضمير المحذوف صالح لعوده على الموصول طيب في ضمير صالح لعوده على الموصول جاء الذي ضربته في داره وهو الهاء من داره هذا صالح العود على الموصول فإذا أنا أحذف الهاء من ضربته فلن يكون هناك أي دليل عليها صح مرة جاء الذي ضربته في الدار أقول هناك الدليل لأنه ما في عندي بديل ما في عندي ضمير يصاني يكون عائل جاء الذي ضربته في الدار فإذا هناك محذوف أما أنا هنا عندي بديل جاء الذي ضربته في داره لاحظ فلا يجوز حذف لأمن ضربته فلا تقول جاء الذي ضربته في داره لأنه لا يعلم المحذوف والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل 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 محمد وآ